جميلة جداً قبل موته أنه وقف يوماً على المنبر قبل وفاته بيوم أو يومين وقال أيها الناس من كنت شتمته أو ضربته أو آذيته أو أخذت شيئاً من ماله فليكتص مني اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درها من يستطيع أن يقوم ويقول يا رسول الله أخذت مالي يا رسول الله ضربت ظهري فوضع الناس رؤوسهم تحت بين أفخاذهم ولهم خنين بالبكاء ما أحد استطاع أن يقوم ولا أن يتكلم من يستطيع أن يتكلم إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فوقف رجل في وسط المسجد فقال أنا يا رسول الله ما دام أنك طلبت القصاص فأنا أريد أن اقتص منك اليوم مسح الناس دموعهم والتفتوا ينظهون من هذا الذي يريد أن يقتص من الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى الناس أتى الرجل يتقدم ووقف علي قال يا رسول الله فيي القصاص ووقف العباس قال يا رسول الله فيي القصاص قال لا القصاص فيي أنا فتقدم الرجل حتى وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فلما نظر إليه عليه الصلاة والسلام عرفه قال عكاشة بن محصن تريد أن تقتص مني والذي نفسي بيده لقد دعوت الله لك أن تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب قال يا رسول الله لكنك طلبت القصاص وأنا أريد أن أقتص منك قال وماذاك قال وأنت تسوي الصفوف في المعركة طعنتني فآذيتني في مخصرتي فأريد أن أقتص منك اليوم فأرسل للعصى التي كان يسوي بها الصفوف فجئ بها وصعد عكاشة على المنبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عن مخصرته ورفع عكاشة العصى أمام الناس ينتظرون متى يضرب بها الرسول عليه الصلاة والسلام وعكاشة يهز العصى هزها مرة وهزها ثانية وهزها ثالثة حتى رآها الناس ثم ألقاها خلف ظهره ثم وضع شفتيه في مخصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يجهش بالبكاء وهو يقول فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله لما فعلت هذا يا عكاشة قال من يقتص منك عرفت ما حضر فأريد أن أكون آخر من تمس بشرته بشرتك أنا فازداد الناس بكاء وفاز بها عكاشة كما فاز بالبشارة العولى يدخل الجنة مع سبعين ألف بغير حساب ولا عذاب هكذا كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام فالسلام